تراهن منطقة مرزوغا التي تعد من أهم الوجهات السياحية في جهة درعات في ليلت والتي تضررت بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا المسجد على السياحة الداخلية من أجل إنعاش القطاع وتسبب فيروس كورونا المسجد في تراجع السياحة في هذه المنطقة الجميلة المعروفة بصحرائها الرائعة وكثبانها الرملية الذهبية تماما جداً مما تعرفنا يعني متأكد في قطاع السياحة الداخلية بالتفاكد сегодня سن Hong Kong كان على المثال الجميل الذي كان وقتته كما تعرفون هنا نلخهم السياحة الداخلة بكثم أنم الخصوصية يوجد فيوفي يت обсحالر السياحة الخارجية من عاد ما بتاتا بتاتا بالتبكين السياحة الخارجية بمرة را كيلي بس كيلي بيع الجمال دياله را في مرزوقة كيلي بيع الجمال دياله باش يصرف على وليداته فهذه الجائحة هذه والحمد لله عليها ساعة وتتميز هذه المنطقة الصحراوية بمناظرها الخلابة والأماكن السياحية التي تشلب ألاف السياح الراغبين في تجربة المغامرة بركوب الجمال وتشهد تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات ربعية العجلات والسيارات ربعية الدفع كما كتعرفون المنطقة المرزوقة هي منطقة عالمية معروفة على الصعيد العالمي كيكون فيها الراليات كبار الرالي ديال ديالي غازي لدي عيشا ما كينش هذا العام الرالي ديال أوليبيا ما كينش تهو هذا العام الراليات كيتقسمون على طول العام كيكونوا في الهود السيزون كيكون في شهر ثلاثة كيكون في شهر عشرة في شهر حداش مع التدعيات هذه ما كنظنش غدي تكون شي حاجة وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية قد فادت بأن خسائر القطاع السياحي الناجم عن أزمة فيروس كورونا بلغت 18.3 مليار درهم وذلك فيما تم السبع أشهر الأولى من سنة 2020 ما يمثل تراجعا للعائدات بنسبة 44.1% ترجمة نانسي قنقر